ثلاثة أعوام مضت على هذا المشهد الذي ارتسم في أذهان اليمنيين وملأها بالأمل مؤتمر الحوار الوطني الشامل المرجعية الوطنية الأكثر شمولا للسلام وللانتقال السياسي إلى مرحلة جديدة ودولة جديدة وعهد جديد أمام إقرار هذه الوثيقة انتصبت العديد من العثرات لكن الرئيس هادي امتلك عزما نادرا على إخراجها لتصبح إحدى أهم المراجع المعتبرة للقرار الوطني بإجماع دولي واضح الحرب التي تعصف باليمن اليوم جزء مهم منها كان لغرضي طي صفحة الحوار ووثيقته ومترتباته كل شيء سقط تقريبا العاصمة والدولة والإجماع الوطني أمام عملية عسكرية خططت لها وأدارتها ومولتها أطراف داخلية وخارجية وطويت مرحلة فبراير ولكن إلى حين فالعدوان المسلح الذي شنه تحالف المخلوع صالح الحوثي خلط أوراق خطيرة بعضها مس ثوابت حساسة على المستوى الإقليمي فتحول هذا العدوان الميليشيوي إلى حرب تحرير وطنية بإسناد إقليمي ودولي هدفها إقامة كل ما سقط خلال عامين من دولة ومؤسسات وبناء وطني وها هي الحرب تمضي قدما في تنفيذ أهدافها وإن كان ذلك يتحقق ببطء شديد لكنه في نظر المراقبين يقدم برهانا قويا على أن الأمم المتحدة فشلت تقريبا في إمضاء مخطط المبعوث الأممي السابق جمال بن عمر في إنجاز تسوية بشروط الميليشيا وفي تحييد القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن تحت الفصل السابع أمر يؤكده النعي الصريح لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ من جانب المتحدث باسم الميليشيا ورئيس وفدها التفاوضي محمد عبد السلام وتأكيد هذا الأخير أن التواصل المباشر مع المجتمع الدولي ومع الدول المعنية هو أكثر نفعا وأنه وميليشياته مستمرون في هذا المسار لأن هذا المبعوث من وجهة نظره لم يعد حتى يقدم وظيفة حيادية حارص الرئيس عبد الربو منصور هادي على تحريك ملف مخرجات الحوار في اللحظة التي تشهد فيها منطقة الساحل الغربي الاستراتيجية تطورات عسكرية مهمة على حساب الإنقلابيين إشارة رئاسية وصفها المراقبون بأنها بمثابة البوصلة التي تؤكد أن ما يجري يجب أن يشير إلى هدف واحد فقط اليمن الاتحادي